هروح لمحطتنا الأولى سوريا بتجمعنا ورح يبقى هذا عنوان كل سوري مثل ما كان شعار حملتهم للمجموعة السورية مجموعة من المتطوعين بكافة الأعمار والثقافات باختلافاتهم بقية سوريا بوصلت مبادراتهم ومشاريعهم وأكيد اليوم وبالشهر رمضان المبارك عم يجمعنا أكثر مع أبطالنا بكل الجبهات وعلى موائد الأفطار هو العنوان لمبادرات انتلقت فيها الجمعية وقدرت أكيد توصل لعدد من الجبهات المرابطين فيها جنودنا ليشاركون أكيد لقمة طيبة مبادرة صغيرة كان إلى معنى كتير كبير واحد تخبرنا كتير عنا عضو مجلس إدارة جمعية سوريا بتجمعنا مدام سيزار قصار وولاء عيسى وهي أيضا متطوعة بالجمعية صباح الخير ورمضان كريم سيد صباحكم صباح خير رمضان كريم علينا وعليكم وعليكم يا رب خلينا نحكي عن رمضان بجمعنا وصول جديد هالسنة رمضان بجمعنا حملتنا المتجددة السنوية اللي بلشت من بداية الأزمة رمضان بجمعنا هي الحملة اللي بتقولي أنه لحنا كمان منطرها من سنة لسنة أنه لحنا نكون موجودين فيها كل سنة اللي احنا منحاول أن يكون رمضان بجمعنا بيتميز بشي جديد السنة كنا حابين يكون عدد الوجبات أكتر عدد القطاعات المستهدفة أكتر الأعداد الشباب أكتر سواء من أبطال جيشنا سواء من جنود الوطن المجهولين السنة حبينا يكون فيه ندخل شي جديد على الحملة اللي هو وجودنا مع أطفال أيتام طبعاً لحنا عم ناخد رمضان بمعناها الأشمع اللي هو شهر الخير شهر الأسرة شهر اللي بنحاول يكون فيه اللمة والتكاتف هيك مع بعض فحبينا كمان السنة نكون موجودين مع أطفالنا الأيتام إن شاء الله سيكون خلال الشهر كل السنة اللي احنا منحاول أنه يكون فيه شي بيميز رمضان عن السنة اللي قبلها طبعاً دايماً وجودنا مع أبطالنا على الجبهات شيء أساسي بحملة رمضان بيجمعنا منتوجه لجبهات ديمشق وريف ديمشق لنكون مع الأبطال اللي تركوا بيوتهم وتركوا أسرهم لحتى يكونوا موجودين على الجبهات عم بيدعفوا عننا وعن الوطن يعني مدام سيزاري يعطيكم ألف عافية مثل ما قلت يمكن هيا الإضافة إنه أطفال أيتام فعلاً قد تزيد للشغل من مسؤولية وبتزيد من معنى هات الشهر الكريم يعني كلها يعني كلياتنا عم نحس بلمة العيلة منحس بيهي الجمعة الحلوة فكيف إذا كان مع أطفال أيتام كان هنا أكتر الناس بحاجة لهذا الشيء أكيد وجودنا نحن دائما موجودين مع الأطفال أيتام بكل شيء بيخصهم كل السنة بس إحنا وحابين برمضان أنه نجتمع معهم على طاولة طعام سواء نكون موجودين معهم نحسسهم أنه يعني بشعور أنه هنا فقط أكيد أهليهم نحسسهم بلمة العيلة على طاولة رمضان رمضان اللي فيه كل معاني الخير والبركة يكون تحمل هاي الحملات طابع التكاتف والتمازج بين كل شرائح الشعب السوري نحن بالنهاية كلها يعطنا عائلة واحدة عائلة كبيرة نحب ناطئ هذا الشعور لما نحن نكون موجودين بأي مكان من هذا الرسالة هي رسالة حملة رمضان بجمعنا أبعد بكتير من أنه بس وجبة الطعام هي أنه نحاول أنه فعلا نكون بكل محبتنا من كل قلبنا نكون موجودين نكون حاضرين بالمكان اللي نحن موجودين لأله أكيد ولا أنت متطوعة بسوريا بتجمعنا حكيلنا عن مشاركتك هاي أول سنة تشاركي معهم ولا أنت متطوعة من زمان لا أنا متطوعة قديمة تقريبا صر لي شيء أربع سنين طبعا شاركت بحملات كثيرة من بداية المعطوعة يعني والحمد لله يعني أنه في شيء أنه عنا نحن كمتطوعة عنا ثقافة التطوع الشعب السوري يعني بشكل عام بيحب الفعل الخير يعني أنه هاي بدمه مزروعة بدمه فمشان هيك يعني فأنا انتسبت لها هالجمعية وحبت شارك وكون أنه اترك بصمة إيجابية بهالبلاد يعني من خلال أنه صار في أزمة وصار في فلازم نحن كشباب نترك بصمة إيجابية والحمد الله فكانت يعني حملة رمضاني بيجمعنا هي حملة واسعة كرحنا تواجدنا بجبهات رحنا على الجبهات وعلى خطوط التماس فكنا في المناطق الجنوبية رحنا على تضامن في تضامن الزاهرة كمان على مخيم اليرموك القابون جوبر كمان عملنا كانت إفطار وصهور يعني ورحنا على حواجل الجيش يعني على خطوط التماس الأولى شرف لنا طبعا أكيد رحنا نعرف تفاصيل أكدر لكن هلأ رحنروح مع بعض لحن نتابع مشاهد من الحملة وطبعا كيف كانت أجواء الحملة ومنرجع أكيد لنكمل حملة سلام شكرا اشتركوا في القناة 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 شرائح كلها حلوة بس فعلاً ما أبطالنا إلى نكهة نكهة فعلاً رائعة فعلاً الله يحميهم وينصرون لحنا نتركن بتضل قلوبنا عن تدعيلون أنه إن شاء الله نرغم نشوفكن بأمان تقريباً يعني حافزين يعني حافزونا يعني نحافزونا منه بس لحنا حافزين يعني عدد كتير كبير منه صرنا أنه على كتر ما منكون معهم مثلاً بالجبهة أو كذا نتشرف فيهم نتشرف فعلاً منحس أنه أخونا أو أبونا أو حدا من عائلتنا عم يقاتل ويحارب هني فعلاً الله يحميهم يا رب آمين يا رب الله يحميهم آمين الله يحميهم وأكيد الفطور مثل ما قلتي اللقمة إلى طعم تاني مع عبطال الجيش العربي السوري سيزار قبل ما نختم بس نعرف شو الجديد اللي عم تحضروله بعد حملة رمضان بجمعنا هلا قبل ما يخلص رمضان إن شاء الله حنكون طبعاً بالإضافة التي تكملت حملة رمضان بجمعنا بشكل يومي حتكون فطور أو سهور هنتوجه كمان لمزيد من الجبهات هنتوجه لعمال الكهرباء ممكن يكون فيه كمان عنا مرة تانية عمال نظافة عمال الكهرباء بكل القطاعات متوجهين لدور أيتام أطفال قبل ما يخلص رمضان بإذن الله حنكون بحملة لتأمين ملابس العيد لأبناء شهداء حنحكي عليها كمان بالتفصيل فيما بعد بالعيد حنكون متواجهين مع عائلات شهداء نعايدون نكون معهم بعد العيد إن شاء الله عنا تحضير لتوجه لعدد المحافظات السورية بمشاريع كبيرة كمان نحكي عليها بوقتها عملنا دائما مستمر نحاول دائما أنه لحنا بكل شي نكون متواجدين بكل المحافظات بكل الأوقات نحاول هيك الرد شوي من جميل اللي حاملين لنا يا عائلات الشهداء من الكرم الكبير اللي بيغبرونا في أبطال الجيش العربي السوري بالنهاية لحنا بنفسهم بصمودهم بتضحياتهم لحنا موجودين سواء هون بالمقابلة وسواء عجبهات اللي عم نروح عليها بكل أمان بفضلهم والرحمة أكيد الأرواح كل الشهداء منهم اللي دائما منذكرهم حتى لما نكون قاعدين مع الأبطال منحب كتير نسمع أصص أصدقائهم والشهداء منحب كتير نسمع لنتعلم نحاول أنه نحنا نقتضي فيهم ويكونوا مسلنا الأعلى بتضحياتهم أكيد بدنا نتشكر كتير وجودكم معنا عمدام سيزار وآيا وفاة نحنا سعيدين أنه بداية صباحنا اليوم كانت معكم نتمنى لكم دائما التوفيق إن شاء الله يا رب هيك نرافقكم خطوة بخطوة وإنجازات أكبر وكل سنة وكل رمضان منشوف شيء أحسن ومميز أكثر من السنة اللي قبل شكرا لكم وأكيد ناتري مشاركة الإخبارية متلك كل سنة بالفطورات وبالصحورات معنا منتشرف فيكم أكيد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم